السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي أعجبني هذا الطبيب العراقي محمد كرماني أعجبني لصراحته وعدم الكبر يعني طلع في اليوتيوب في قناته وطبعا عنده أكثر من نصف مليون متابع طلع في قناته وقال الكلام اللي كنت أقوله زمان غلط هذا خطأ العلم الحديث كذا وكذا جاي بصيرة البطيخ أنا من سنتين من سنتين من 2017 وسنتين في اليوتيوب وأنا بقول البطيخ لا يصبح للسكري لا يصبح البطيخ مشكلة البطيخ مصيبة والناس تطلعوا يعني قل لي هذا حرام وكذا والبطيخ ممتاز بقول لك الميت غرام فيهم 14 غرام سكر الميت غرام بطيخ 14 بلاش 14 قول 10 10 غرامات سكر ومين مننا باكل 100 غرام مين بياكل 100 غرام أنا كنت أخلص بطيخ أنا واخوي إبراهيم التركماني بطيخة كاملة بعد الغداء فالإنسان العادي خلينا نقول بدأك تأخذ شرحة بطيخ وزنها 280 غرام هاي فيها 30 غرام سكر 6 ملاعق مصيبة مشكلة هذا بتوقع الحز واحد هاي مشكلة طول عمري هاي بقول طلعي الآن ايأكد كلامي هذا الطبيب فيها طببة كانت تقول صحن فواكه يوميا موجودة بمجلات وانلاين صحن فواكه يوميا يبعد عنك خطر السكري هاي مصيبة مشكلة كنت أقول الإنسان اللي بقول هذا الكلام هذا مغيب وبيشرط عليك بقول لك كل موز وبطيخ وعنب وتفاح وبرتقال مشكلة 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 وقلت كذا مرة إنه هذا الفروكتوز مشكلة لأنه ما بتعاملش معه إلا الكبد وبيبطل الكبد يحوله لغلوكوز وبيصير يحوله لسمنة ودهون وهذا نفس الكلام اللي بقوله الطبيب نفس الكلام هذا طبعا لما دخل كلية الطب في الستة وستين كان عمري سنة سنة كان عمري وهو بقول أنا اتخرجت بالثلاثة وسبعين يعني إلو خمسين سنة خبرة قبل يومين طلع وعمري الفيديو هذا وبعث لي يا صديق إلي قال لي شوف الفيديو كلامك كله صحيح كل كلامك صحيح وطلع هذا الطبيب مشكورا طبعا وأنا أحترمه لأنه صريح واعترف ما فيه غلط كنا غلطانين وتعلمنا غلط ويقول إنها كانت مؤامرة قال هذه مؤامرة مدروسة ومطبوخة لكل العالم سببها الفلوس سببها الفلوس هدفها الأول والوحيد الفلوس هذا صادق على كلامك ويا ما كنت أقول أنا البطيخ لا يصلح وهذا فيديو البطيخ موجود هذا فيديو البطيخ موجود وهو يقول أيضا للفركتوز هذا مصيبة طبعا أنا حاط عندي فيديو أضرار للفركتوز لمريض السكري والكبد الدهني هذا اللي بيسبب للفركتوز للفركتوز مشكلة لا وعندي فيديو ثاني بيقول لك سبب معظم الأبراط هذا كله صادق عليه صادق عليه الدكتور كارماني الآن هو استشهد بالدكتور روبارت لاستيك روبارت لاستيك هذا هو عبارة عن مرجعي الأول الآن مرجعي الأول لأنه هذا عنده خبرة أربعين سنة في معالجة الناس في معالجة الناس وتجاربه مش على الفئران والأرانب لا تجاربه على البشر يعني يعطوه حالات ميؤوس منها وحلها حالات ميؤوس منها وحلها وكلامه صحيح مية بالمية والآن بدل الأطباء العربي يتبعوه شوي شوي ياريت كلهم يتبعوه وريحوا الشعب والناس من الأدوية وبلوية وعندي برضو مدرع ثاني اللي هو جيسون فانغ أول إنسان دلني على هذا الطريق أول إنسان أول شخص أول طبيب اسمعت له في اليوتيوب كان جيسون فانغ وعندي تيم نوكس هذول كلهم فطاحل ومشهود في كلامه ب16 ألف ورقة بحثية علمية هذا برضو مرجع من مراجعي وهذا أيضا جون يدكن هذا جون يدكن هذا كتابه أشهر كتابه اللي طمسوا تقريبا بيور وايت أنددلي عن السكر حقيقة السكر وهذا ذكرته إن شاء الله راح أعطيكه خلاصته غير عن هيك خبرتي خبرتي أنا نفسي بقول لك أنا خلصت من النوع الثاني بالحمية طبعا بدون أدوية وكذا وإلي سبع سنوات بحمد الله سبع سنوات وقال إن الدهون الحيوانية ممتازة أنا عندي فيديو عن الدهون الحيوانية وطلعوا ميت واحد يقولوا لي كلامك غلط لا مش غلط كل هذا بسبب اللي جابه هذا هذا اللي خرب البشرية هذا هو هذا هو اللي هو أنس الكيز وهذا الفيديو برضو موجود في القناة بإمكانك مشاهدته وذكر الزيوت المهدرجة أو الزيوت النباتية أو الزيوت البذور هذه بقول لك مصيبة هذه مشكلة وهذا ذكرت التلام أيضا ذكرت وقلت يا عمي خراب كله من زيت النباتي هذا أود أن أشكر جميع أبطالنا أفراد عائلتنا متحدي وقاهري السكري اللي انضموا إلى هذه القناة أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله وإذا كنت بتشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسد وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا مننا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير اللي تفعله رح يرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضا فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة